ولسه بندور على فرق ما بين الانسان والحيوان انا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي اهلا وسهلا بحضراتكم من فترة طويلة كده كنا عملنا فيديو بنقش فيه بعض النقاط اللي بعض الناس طرحوها في خصوص الفرق ما بين الانسان والحيوان هتلاقوها في الاي اللي بتطلع هنا دي فوقع الامر تسمية الفيديوهات دي من وجهة نظر علماء الاحياء وعلماء التطور تسمية خطئة ليه؟ لان الانسان في التقسيم الحيوي او في التصنيف الحيوي واقع جوه مملكة الحيوان فلو انا هطلع الانسان ككائن حي من مملكة الحيوان احطه فين؟ هل نحطه مع مملكة النباتات ولا نحطه مثلا مع كائنات وحيدة الخلية ولا مع التحالب الخضراء المزرقة ولا نحطه فين؟ فعلشان كده بالرغم من ان التسمية دي التسمية غير علمية من وجهة نظر بعض العلماء زي ما انا قلت الا انا هفضل محتفظ بيها علشان يبقى سهل التواصل مع حضراتكم المشكلة فين؟ المشكلة لما بتيجي تتعامل مع كائن حي قدامك او بتتعرف على انسان او بنت ماشي في الشارع بيجي بزهنا كده السؤال هو الكائن اللي قدامي ده انسان ولا حيوان؟ واحدة من ضمن النقاط اللي ممكن نعتقد انها بتفرق ما بين الانسان والحيوان هي ان الانسان ملوش ديل فالكائن اللي قدامك ده لو ليه ديل يبقى احتمال انه ما يكونش انسان لكن لو ملوش ديل مش شرط يبقى انسان ليه؟ يعني لو ليه ديل احتمال كبير جدا ما يبقاش انسان لكن لو ملوش ديل احتمال يبقى انسان لكن مش شرط يبقى انسان ليه؟ لان القصية بتاعة الديل ديل اه وجودها او عدمها عدم وجود ديل بيشتركوا فيها مع الانسان القردة العليا يعني الانسان والقردة العليا ما عندهمش ديول فالقردة العليا زي الشمبانزي والغوريلا والأورانجو تانج الى اخره الكائنات دي ما فيهاش ديول فممكن يبقى الكائن الحي اللي قدامك ده غوريلا يبقى شمبانزي يبقى أورانجو تانج من الشرط يبقى إنسان في القصة بتاعت إمتى الإنسان ككائن حي فقد الديل القصة دي برضو شغلت علماء التطور وقالوا للأمانة يعني إن الإنسان عمره ما كان له ديل لكن الأسلاف القدامة خالص أو اللي بيسموه من القردة القديمة خالص كانت عندها ديول وهي بتتطور وهي بدل ما كانت بتمشي على أربعة مثلا وعندها ديل علشان يحفظ التوازن بتاعها وهي بتتطور وبتنتصب وبتمشي على قدمين اتنين قررت إنها تتخلص من الديل بتاعها ليه يتخلص الإنسان أو أسلاف الإنسان من الديل بتاعه علشان هو مش محتاجه في التوازن دلوقتي بأمركز الجاذبية مع طول الإنسان على القدمين وفي نفس الوقت بيتعور كتير من غير لازمة الديل ده بالإضافة إنه بيستهلك طاقة كبيرة جدا فأسلاف الإنسان الأول دولة قرروا إنهم يتخلصوا من الديل أو إنه يندثر أو إنه ينقرض لإنه ملهوش فايدة الكلام ده حصل من فترة قديمة شوية يعني من حوالي 23 لـ 30 مليون سنة فاته مش عارف إذا كانت في حد يفتكر الفترة دي أو لا أو نسأل حد يكون يعني قديم شوية إذا كان فعلا الأسلاف بتاعنا ليهم ديول ولا لا طيب فكرة إنه إحنا نخسر الديل دي فكرة كويسة ولا فكرة وحشة أنا ذكرت المميزات إنه بيتعوى كتير بياخد إنفكشن بياخد عدوى آآ ملوش لازمة وبيستهلك طاقة لكن على الناحية التانية إحنا خسرنا وصيلة مهمة جدا في التلقل يعني تصوروا حضراتكم لو إحنا لسه عندنا ديول لغاية دلوقتي مش كانت الحياة بتاعتنا هتبقى أسهل كنا هنروح أعمالنا ومدارسنا بشكل أسهل كانت الحكومات تعمل لنا كده مثلا أعمدة بدل الشجر يعني بتعمل لنا أعمدة مثلا كده وتحط شبك وننط ونفط من هنا لهنا كده ويبقى فيه كده حركة وفيه نشاط وفيه كده سهولة في المواصلات بدل ما إحنا مزنقين على بعض في الأوتوبيسات وفي المطارات وفي الطيراء وفي المترو في كل حتة يعني زحمة وزنقة كده يلا لكن معلش بقى تتعوض بقى في عضو تاني أو يعني ربنا معانا بقى في القصة دي بقى فرق تاني ما بين الإنسان والحيوان وللأمان الفرق ده فكرت فيه أنا قبل ما أعرف إن فيه ناس تكلمت فيه قبل كده الفرق ده وهو إن الإنسان كائن ضاحك الإنسان كائن بيحب يضحك ويبتسم يضحك بالذات المهم أن بعد ما فكرت في النقطة دي ودورت عليها اكتشفت إن أنا مش أول واحد أقول النقطة دي لكن اللي قالها قبلي كان نيتشا الفيلسوف الألماني الشهير بالرغم إن قبله شارلز داروين طبعا يعني العلم الشهير في قصة التطور كان بيقول لأ إن فيه كائنات تانية غير الإنسان بتضحك المهم إن نيتشا قال إن الإنسان كائن ضاحك فعايزين يضحك علشان نبقى أكثر إنسانية كل ما أنت تضحك أكتر كل ما أنت تبقى أكثر إنسانية كل ما أنت تبقى مبتسم كل ما أنت تبقى أكثر إنسانية هتقلل الضحك تكتائب وتتشاءم تخلي بالك من نفسك إن أنت كده داخل في مرحلة وداخل في مملكة مش لطيفة القصة ما بتقفش لهنا لإن فيه ناس بتحب تسمم علينا حياتنا في كل الأحوال فبتقرر إن هتنزع الضحكة مننا ففيه علماء كرسوا حياتهم علشان يثبتوا إن الإنسان مش هو الكائن الوحيد اللي بيتحك قبل ما أنا أقول لكم هم عملوا إيه أقدر أقول لكم كده إن فيه نوعين من الضحك فيه الضحك الاجتماعي اللي إحنا كلنا بنتحك بيه في مع بعضينا وإحنا بنهزر بنقول نوكات بنتفرج على مصرحية ده الضحك الاجتماعي بنختخيل موقف في دماغنا فنتحك وفيه الضحك الفيزيكال اللي هو تيكلينج لما حادي زرزر حد فيه علماء آآ مش حافظة فيهم كلهم ممكن أو أحطو لكم الأسامي بتاعتهم في الدسكريبشن في صندوق الوصف تحت قرروا إن هم يضيعوا حياتهم كلها في إثبات إن الإنسان مش هو الكئن الوحيد اللي بيتحك فجابوا بعض الحيوانات وقعدوا يقولوا بصوا لما بيعملوا يعني زفير بطريقة معينة في إنقباض العضلات الصدرية ده بيطلع صوت زي صوت الضحكة وقعدوا يقولوا بصوا البابغان بيضحك إزاي وهو بيقلد صوت الإنسان وجابوا فار وقلبواه على ظهره وقعدوا يعملوا له تيكلينج كده وقالوا إن الفار بيضحك أهو الصوت اللي انتم بتسمعوه ده الصوت دحك أو لما تسنق الفار في الحيطة ده صوت دحك زي الصوت كده يعني بإنقباض في العضلات الصدر فالصوت اللي بيطلع من الفوكل كورتز ده ضحكة يعني مش عايف ليه كل ما الإنسان يدور على حاجة تميزه على مملكة الحيوان دي يلاقي إنسان تاني قاعد يقولك لأ البقية الكائنات بتضحك زيك بص الدرفيل اسمع صوت الدرفيل كده ده صوت ضحكة زي ما أنا قلت في في التقسيمة بتاعت الدحكة فيها نوعين فيه السوشيال وفيه التيكلينج هل الحيوانات مع عدل إنسان عندها ضحكة اجتماعي؟ يعني ممكن نلاقي كائنات تبتكر مواقف مضحكة أو تبتكر مصرحية هزلية تقعد تضحك عليها؟ هل ممكن أفتكر موقف قديم قاعد أضحك عليه؟ الحكاية دي موجودة عند بقية الكائنات يعني ممكن الأسد يفتكر موقف لطيف فيقعد يضحك عليه؟ لأن فيه علماء قالوا حتى الحمام طائر الحمام اللي إحنا بنكله ده بيدحك بيدحك علي إيه؟ يعني هو شاف إيه؟ يضحكه في الحين إن الإنسان أنا شايف إن هو الوحيد اللي بيفكر يعمل موقف علشان يضحك نفسه ويدحك الآخرين معاه الإنسان هو المفاتك الذي يستجب إلي trend變 الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بكأم في فكرة المصرح الفكاهية ما ندعه بالمصرح الكئيم أو درامي نقصتنا دوما نخلينا في حاجات هذه اللي بيتميز الإنسان عن الحيوان فأنا شايف إنه برضو مش حاجة عayب يعني إن إحنا نقول له السمين يمع بمييز الإنسان عن الحيوان إن الإنسان كائن ضاحك اجتماعي كده كده دحكة اجتماعية يقدر يعني فتبص للكئن اللي قدامك بيقيته بيدحك على مواقف بيبتسم مبسوط بيتزخيل مواقف قديمة اللي ما يشوف مصرحية يدحك عليها مبسوط كده بيدحك خلاص يبقى على اقل انه بنسبة كبيرة جدا انه يكون انسان بص برضو يعني تحط كل الفرقات دي مع بعض هتكتشف ان ده انسان معلش احنا لسه مكملين مع بعض شوية في قصة الفرق ما بين الانسان والحيوان الفرق التالت بقى واعتقد اني محدش اتكلم فيه قبل كده وتمنى يعني مش عايف لي انا هبقى مبسوط جدا لو انا كنت اول واحد اتكلم في الفرق ده وهو اللي بميز الانسان عن الحيوان ان الانسان هو كائن راقص الانسان هو الكائن الحي الوحيد اللي ممكن يرقص ما عرفش جات لمنيني الفكرة دي يمكن من كتر ما انا بتفرج على افلام هندي لكن اكتشفت بالفعل كده ان احنا الكائنات الوحيدة اللي بترقص عمرك شفت فيل بيرقص او بقرة بترقص او اسد بيرقص يعني لو شغلت لهم موسيقى الكائنات دي ممكن ترقص عليها او ترقص مع بعضيهم يرقصوا مع بعضيهم يعني او يرقصوا رقص جماعي او رقص فلكلوري مش عايز حد يعمل اللي بحس يقولك سمع البقرة موسيقى تزود في اضرار اللبن احنا مش في القصة دي احنا دلوقتي في القصة دي فيه كائن تاني ممكن يرقص غير الانسان انا في رأيي الشخصي لأ ان ما فيش كائنات تاني انا ما دورتش في القصة دي اللي عايز يدور يدور واللي عايز يضيع عمره في ابحاث في ابحاث تثبت ان مش الانسان بس هو الكائن الراقص ما فيش مشاكل لكن على الاقل للغاية دلوقتي ارقص علشان تبقى اكسر انسانية ارقص واتنطط وفط ونط واتحك علشان تبقى اكثر انسانية اعتقد من وجهة نظري الشخصية البسيطة ان دولا فرقين بساط ممكن نعرف اللي قدامنا ده انسان ولا مش انسان في النهاية انا مصمم على قصة الادحك والرأس في كل ما احنا بنتحك اكتر ونرقص اكتر ونتنطط اكتر في ايا ما كانت المناسبة او ايا ما كانت الموقف ده حيجعلنا اكثر انسانية ده في رأي الشخصي اللي بيطلعنا من برا مملكة الحيوان ويدخلنا في عالم تاني مختلف وهو ان احنا بشر هو ان احنا بنتحك وبنرقص فكل ما احنا نضحك اكتر ونرقص اكتر ونبسط اكتر كل ما نبقى اكثر انسانية فارقصوا واتنططوا وافرحوا واتحكوا ودوروا على كل شيء اضحكوا واتحكوا عليه لان ده بيخلينا اكثر اه انسانية في النهاية انا حاختم ببيت شعر للمتنبي اه حقراه علشان مغلطش فيه اذا رأيت نيوبا الليثي بارزة فلا تظنن ان الليثة يبتسموا اوعى تفكر ان الاسد بيتحك لك شكرا ليكم وسلامتكم الف السلامة واوعى تبطلوا ضحك واوعى تبطلوا رأس سلام